المخرج فادي حدد أهلا وسهلا فيك عبر موعة الفن أهلا وسهلا فيكم شو بتخبرنا عن أعمال جديدة عم تعملها هلأ شوف مع الفنانين شو في تصويرات جديدة عم تعملها عم حدر للفنانة الكبيرة نوالي الزغبة ريم الشريف عم نصور له وفي كتير أعمال لفنانين مصريين وخليجيين بإذن الله صار عاملين فاكسينايشن نص الكرو عم يقوى شغلنا أكتر لأنه عم نرتاح من كورونا شوي شوي وخفت بلبنان شوي وعندي مسلسل إن شاء الله رحفوت فيه قريبا تماما حلقات وفيلم سينما بس شوي الكورونا هدتنا شوي صغيرة يعني أخدنا كتير بريكوشنز لما تاخد بريكوشنز بدك تأخر التصوير كتير ونعمل بي سي أر تس وكذا هلأ الفاكسان انقذنا شوي وإن شاء الله خير لقدام رحشوفوا عمال كتير حلوة شو الغنية اللي حتصولها للفنانين نوال الزغبة غنية جديدة مصرية كتير حلوة غنية صارنا شهرة عم نشتغل عليها كمان ورح تشوفوه قريبا عم نحضر للتصوير وعندك نيكول سابا عندك مجموعة كتير كبيرة من الفنانين يعني فاطمة الكرتبة من المغرب عندك من مصر ياسمين يعني فيه كتير فنانين إن شاء الله قريبا منوضع خطة جديدة ومنصور فيك تعطينا شوي تفاصيل أكتر عن المسلسل اللي قلت عنه وعن الفيلم شوي تفاصيل أكتر ممكن من الممثلين شو الفكرة اللي حتعطيها شو في شي فادي حيبين بالإخراج بالمسلسلات في شي جديد صار فيه ديماندي كتير عن المسلسلات أنا عملت في آخر فيلم سينما ومهرات كتير حلو كسر الدني كتر خير الله والله رايح مهرجانات وجويز وحتشوفوه على المنصات قريبا كمان الفيلم بدك تتفرغ له كتير يعني فيلم قصته حلوي كتير 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 بقلب بيروت وثمان حلقات لمسلسل مش ثلاثين حلقة ثمان حلقات لمنصة ما فيني إلك تفاصيل أكتر قبل منبلش تصوير أنا ما حيب أحكي عن العمل غير ما نكون عم نصور منستضيف كنوا بتشوفوا كل شي فادي أنت من المخرجين كتير كمان على السوشيل ميدا يعني بتفاعلوا كتير خاصة بالأوضاع بالبلد أنت برأيك الحل وين بيكون سياسيا يعني سياسيا اقتصاديا اجتماعيا أنتوا الفنانين قادرين تعملوا شي بظل هيدا الوضع كله نحنا قادرين بالسوشيل ميدا قبل مرة نزلنا كسرونا منظومة فاسدة كتير كبيرة ما فيك لا يا دغري ونص الشعب استسلم ونحنا نسرقنا يعني كل ودايعنا نسرقت بحكيك يا على المفضوح أكبر سرقة بتاريخ العالم واحد جانا عمره مش أنا يعني كل العالم جانا عمره عشرين خمسة عشرين سنة راحوا كتير جاحت قلع من السفر هيدا شي كسرنا كسر كل الناس ببيروت كتير قوية الجماعة وكتير زعران ما في دولة بالعالم سرقت ناسها هيك نحنا نسرقنا وما في نقول غير هيك أنه بيان عندك يأس ممكن حسب ما عم بتحكي يمكن يأس أو ممكن تفكر بالهجرة وفي يمكن مستقبل ولادك كمان شو ممكن أنت تفكر بهذا الموضوع أنا ما راح هجر يمكن نفلل ولادي ومرتي نفللهم لأنه ما عمشوف تحسن وما بدي يعيشوا أنا شركتي هون وناسي هون والبيشتغل معهم ما راح تركن هيك تركن دوروا فيلم مع أنه جيني أوبشنز كتير ما بدي أنا راح ضلني هون بس يمكن وديهم لأنه أنا ما بفتكر راح ضل هيك الخبرية يا حرب يا راح يخدونا على زل أكتر من هيك طبقة فاسدة شيطانية لما عرفت كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن دوت كوم واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر